تتواصل الاحتفالات بالذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو حيث تشهد دار الأوبرا المصري احتفالاً خاصاً بهذه المناسبة يقدم فيه عدد من مطربي الأوبرا أغاني وطنية وسط حضور جماهيري كبير وللمزيد من المتابعي انضم إلينا الزميل أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري من هناك أحمد صفرنا الأجواء لديك نعم بالفعل على مدار هذا اليوم تتواصل المظاهر الاحتفالية منذ ساعات الصباح الأولى لذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة وفي مساء هذا اليوم يشهد المصرح الكبير بدار الأوبرا المصرية هذه الاحتفالية الكبيرة والضخمة التي تقيمها دار الأوبرا المصرية احتفاء بهذه الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو هذه الاحتفالية تحديدا نظمتها مركز تنمية المواهب الذي هو من التسعينيات تم إنشاؤه هنا في دار الأوبرا المصرية ويشارك في هذه الاحتفالية كثير من النشء الصغير والشباب أيضا صغار السن الذين يقومون بتقديم مجموعة من الأغنيات الوطنية ومن بين هذه الأغنيات التي تقدم هنا على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية مصر يطنى وبالأحضان ومصر أم الدنيا ويا حبيبتي يا مصر هذا فضلا أن الحفلة بدأ اليوم منذ قليل بالنشيد الوطني لجمهورية مصر العربية وسط إقبال كبير من الجمهور والعائلات والأسر المصرية التي جاءت خصيصا إلى المسرح الكبير هنا في دار الأوبرا المصرية لتتذكر معا وسويا هذه الإنجازات والمجازات في الذكرى العشرة لثورة الثلاثين من يونيو هذه النقطة تحديدا أشير إلى أهمية مركز التنمية المواهب هنا في دار الأوبرا المصرية وأهمية أن نعلم النشأ الصغير والشباب صغار السن بهذه الذكريات والأحداث الوطنية التي شهدها تاريخ مصر الحديث في الفترة الأخيرة وبالتالي من الضروري جدا أن نقوم ونعلم هذه الأجيال جيلا بعد جيل بهذه الأحداث الوطنية المهمة مثل ثورة الثلاثين من يونيو أشكرك شكرا جزيلا الزميل أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري كنت معنا مباشرة من دار الأوبرا المصرية